يبدو أن فضيحة شركة بوابة عشتار لخدمات الدفع الإلكتروني للأموال اتضحت ملابساتها بعدما صنفت على أنها واحدة من أكبر عمليات سرقة المال العام في العراق من خلال اتفاق وصف بالاحتيالي بين الشركة ومصرف الرافدين وانتهى بتوقيع مديره العام السابق حسين علم حيسن الملقب بأبو هاجر على العقد ومن ثم قيام إدارة المصرف لاحقا وعن عمد بفسخ العقد المبرم مع شركة بوابة عشتار وبتعويض قيمته 600 مليون دولار للشركة أي ما يعادل تريليون دينار عراقي وقع الفضيحة لم يقف عند هذا الحد بل أن هناك فقرة في العقد تلزم مصرف الرافدين بدفع مبلغ 5 مليارات دولار تعويضا عن خسائر قالت شركة بوابة عشتار إنها تكبدتها بسبب تأخر تنفيذ المشروع والكسب منه لينهال معها سيل من التصريحات الخطية والشفهية لبرلمانيين حاليين تطالب هيئة النزاهة بالتحقيق في هذا الملف الذي من شأنه إفراغ خزينة مصرف الرافدين بالكامل بداع التعويض القانوني لشركة رأس مالها أقل من 7 ملايين دولار وبإجازة عمل رسمية أصدرت أواخر عام 2020 وتطرح في الرأي العام تساؤلات عديدة مهمة تخص ملابسات إبرام العقد من حيث السند القانوني الذي تم بموجبه منح شركة بوابة عشتار إجازة العمل رغم وجود قرارات رسمية لإيقاف منح التراخيص لأي شركة غير تلك التي تعاقد معها البنك المركزي إضافة إلى كيفية إتمام توقيع هذا العقد والجهة التي تقف خلف توقيع العقد المخالف للضوابط والتعليمات وفقا لخبراء قانونيين بينما يؤكد خبراء اقتصاديون أن الفساد المتمثل بغياب القوانين الرقابية على المصارف الأهلية أحد أهم الأسباب في تنامي عمليات غسيل الأموال وتهريب العملة الأجنبية إلى الخارج والتي تسببت بإضعاف الدينار أمام الدولار واختفاء مليارات الدولارات من خزينة الدولة ترجمة نانسي قنقر